اهلا بيكو فيديو جديد اه والتواقعات العاطفية لمواليد برج الجد هنقول تواقعات عاطفية بشكل عام بكل فئات البرج اه اه اللي هي تشمل العازبين والمنفصلين وامتزاوجين كل حاجة لكن العازبين بعد ما نخلص صراعه هنقول كمان لوحدهم اه هم ممكن ايه كن نستنيهم او ايه الفرص اللي قدامهم اه في الفترة اللي جاية ان شاء الله هبدأ بالطاقة بتاعتك يا برج الجد اه طاقتك انا شايفك متألم جدا يعني طاقتك فيها قلم فيها اه بعضكم ممكن تعرض لخيانة او خدايا اه شايفة اه للبعض في علاقة سلسية ممكن تكون بسبب اهل او بسبب اه طرف عاطفي اه لكن انا شايفة طاقتك فيه قلم يا برج الجد اه فيه اه فيه صبر كبير قوي عندك وفيه انتظار عندك طاقة انتظار وفيه شخص انت عينك عليه او بيبص عليه لحد وقتي وبترقبه ومستني تعرف عنه اخبار او هو ممكن كمان اقول انت في نظرتك ليه انت صعبان عليك منه جدا. اه للبعض ممكن تكون اكتشفت علاقة سلسية. للبعض ممكن يكون اي نوع من انواع الجروح او المشكلة او المعانية اللي سببها لك الشخص ده. اه اللي هي حاجة انت ما كنتش منتظرها. يعني انت زرعت حاجة وحصدت حاجة غيرها تماما. فانت في عندك نظرة لوم عتيب للشخص ده انت ليه ردتها لي كده او ليه عملت معي كده او انا عملت معك ايه? يعني انا شايفة فيه في نظرتك حاجة زي كده شوية. آآ برج الجدي ده في الطاقة بتاعتك. الكراءة طبعا لو ما انتبقتش عليك هتسمعها كلها يعني بنسبة ستين في المية فتبقى الكراءة مش ليك. ممكن تسمعني فيديو تاني او آآ تسمع اي فيديو لبرج الجدي في اي قناة آآ في اي قناة تانية يعني. آآ بالنسبة لطاقة الطرف التاني انا شايفة الطرف التاني بصف عليك جدا بيرقبك. آآ شايفة في طرف تالت فعلا بالبعض الطرف التالت ده شخص من الام ممكن ام ممكن قط. آآ بس شايفة ام بشكل اكبر. آآ شايفة رفض كبير قوي من الام. آآ لكن الطرف التاني آآ حذر وقلقان وخايف وبص عليك وعايز يعرف انت حصل ايه معيك او بتعمل ايه. آآ بيرقبك بشكل كبير قوي وبيدور على طريقة آآ الشخص ده يعني هو ما بين ان هو بيرقبك وما بين الطرف التالت وما بين انعزاله. آآ لانك الشخص ده ممكن تلاقيه كتير بينعزل لوحده آآ في طريقة لان انتم آآ تبقوا موجودين مع بعض او انكم ترجعوا لبعض او ان لو في طرف تالت آآ تحاولوا آآ تتخلصوا من آآ آآ من افكاره او من آآ او من يعني قراراته اللي نسيطرة على العلاقة. آآ لكن هنعرف برضو لو في طرف عاطفي موجود او آآ او ما فيش. آآ بالنسبة لتفكيره تجاهك او تجاه العلاقة. انا شايفة الشخص ده يعني تفكيره فيك شايفة مجاشة. يعني شايفك حد آآ قوي. حد عندك ابداعيك كتير. حد شكلك كويس. حد بتهتمل نفسك. لو انتم كنتم متزوجين فالشخص دوت مثلا ممكن يكون بيشوفك انت شخص كنتم مهتم بيه مهتم بيك مهتم باسرة آآ عندك آآ يعني هو مفتقدك بشكل كبير لان البعض المجاشة في تفكيره شخص ده عنده طاقة تفكير وعنده طاقة تقنيب ضمير وتعبان جدا وحس ان هو بفقد حاجة غالية عليه آآ آآ يعني مش مرتاح ابدا في آآ في بعضكم عن بعض آآ للبعض ممكن يكون هو مش يوثيبك او انت بمشي يوثيبته. يعني في حد ادى ظهره للعلاقة او كده يوثيب لكن انا شايفة في تفكيره آآ يعني هو شايفك متقلم او هو متقلم انا شايفة هو متقلم آآ بشكل كبير قوي وشايفة ان هو آآ في تفكيره شايفة ان هو ممكن يكون آآ بيشوفك غامض او بيشوف في حاجة صعبة في العلاقة بعضكم واللي بعضكم العلاقة دي ممكن يكون فيها يتعمل فيها سحر آآ سحر تفريق لانا غير كده انا عندي مع انا شايف دول الاتنين دولا ببعض كده آآ ممكن تكون دي طاقة سحر يعني طاقة سحر تفريق او حاجة زي كده يعني لو انتو كنتم متزوجين آآ ده هيكون البعض طبع مش كلكم كل حد حاجز بطاقته وحاجز بنفسه وهو في الحاجة دي او لا آآ شافة في بعض بسبب الطاقة تلبية دي او بسبب تدخل آآ طرف تالت بعين كانت طريقة التدخل وبيفكر كتير قوي في ان هو ييجي او يتكلم او يقول لك عرض او حاجة زي كده لكن شايفاه متردد جدا يعني مش قادر في الوقت الحالي لكن الشخص ده عنده حب ليك وعنده احترام كمان بيحترمك الشخص ده وآآ ولو هو كان دخل في علاقة آآ فالشخص ده آآ هقول لكم الاحتمال التاني برضو لو شخص ده كان دخل في علاقة ثلاثية وانت عرفته وانجرحته وقلبك واجهك وزعلان جدا وبتعبه وبتلومه في جوه نفتك فشخص ده حالين لوحده والعلاقة اللي هو ممكن كان دخلها دي آآ رحة آآ بطريقة اللي هي الجذب او الجلب او الحاجات اللي هي ايه اللي زي دي يعني الطاقة السهل مرحاش بقرطه يعني آآ دي حاجة تانية برضو جات على بري دلوقتي وانا شايفة شايفة القراءة فبردو كل حد يشوف السيناريو المنسب لي آآ ده بالنسبة لتفكيره بالنسبة لمشاعره تجاهك او تجاه العلاقة آآ الشخص ده مشاعره هتفكر فيه على فكرة زي ما هو بيفكر فيك آآ في بينكو تواصل روحي آآ في آآ في مشاعر محتاج آآ الشخص ده محتاج ان هو آآ يخرج من طاقة سلبية او يخرج من علاقة سلبية او من اي ان كان الوضع السلبي اللي هو فيه شخص ده محتاج آآ استشفاء بشكل كبير وآآ وشايف كمان في مشاعره تجاهك آآ شايفك انك انت ابعت عنه قوي او بقى ما يعرفش اخبارك آآ آآ بشكل دقيق آآ شايفك بعد يعني ما بقتش موجود في حياته. هقول لكم الابراج والطاقات اللي موجودة في سرعة المنصة. شايفة معك برج السور وبرج الاسد وبرج القوس. وبرج سور اسد قوس. آآ جوزاء. آآ دم. آآ سراطات. عزراء حمل. آآ برج الجاذي ازايف برضو. آآ دي الابراج اللي موجودة. وبرج الحوت. دي الابراج اللي موجودة ودي والطاقات اللي موجودة كل الطاقات موجودة معك في القراءة. لكن انا بقى هقول لك ايه الطاقات اللي موجودة اكتر على اساس هي اللي بتكون غالبة على مشاعر الشخص او مشاعرك يعني. طيب آآ في مشاعره زي ما قلت هروج من طاقة سلبية آآ شايفة كمان آآ في عنده حيرة آآ والحيرة دي نسبب باله ازمة. ازمة في ان هو يتقدم للعلاقة دي او ان هو آآ يلاقي حل يعني في عند الشخص ده آآ ازمة في الوقت الحالي قوية جدا. آآ في عنده حزن بسبب رحيل. آآ مش عارسة ليه حتى برج الجدي انك انت اللي سبته ومشيت. بسبب اكتشاف حاجة برضو يعني. لكن شايفك انت سبت الطرف ده ومشيت والشخص ده حزين جدا. آآ وعنده ازمة في التواصل معيك او في ان هو يرجع لك او يتكلم او كده. وعنده حيرة كبيرة قوي بين امرين. ممكن بينك وبين اهلو. او بينك وبين اي ان كان الطرف التالت او بين ان هو يرجع او لأ. آآ شايفة فيه اشتياء وحنين ليك بشكل كبير قوي. آآ شايفة فيه آآ لو انتو بينكم اطفال آآ شخص ده ممكن يكون مفتقل اطفال ولو انتا لمعاكم اطفال. فيه اشتياء كبير ليك كمان. وفيه تفكير في الذكريات بشكل كبير وفيه الشخص بيقعد يدعي ربنا كتير قوي انكم تتقبلوا او انه آآ تكونوا مع بعض آآ شايفة كده بشكل كبير قوي. وممكن كمان يستعين بحد آآ في انه يصلح العلاقة آآ ما بينكم. لكن انا شايفة فيه فيه ازمة هو بيمغي بيها. او في حاجة موقفة آآ في الوقت الحي. آآ ده من ناحية آآ مشاعره. آآ نويات جاهك او تجاه العلاقة. انا شايف الشخص ده شايف انه آآ في حاجات كتير اتهدت او انهارت بينكم. آآ في آآ في كمان آآ ممكن يكون شايفك متجهله. آآ او انك انت مسلا هديت كل حاجة وبوضت كل حاجة وديت ظهرك آآ للعلاقة او للحياة او او لقيا كان الشكل الوضع لبينكم وديت ظهرك ليه وبعدت. آآ ممكن يكون شايفك كده يعني او انت اكتشفت خيانة في عدة المعبد على اللي فيه او حاجة كده. آآ شايفة كمان آآ في نويات الشخص ده عايز يتكلم معيك. عايز يجي ويتكلم معيك كلام يكون فيه صراحة وفيه وضوح. الشخص ده بيشوفك توقع مروح ليه. آآ بيشوف ان هو مقدرش يستغنى عنك. آآ بيشوف انك انت الشخص المنسب ليه آآ مفتقدك جدا في حياته. فعايز يتكلم معيك آآ آآ بشكل صريح. يعني عايز يكون فيه صراحة في الكلام ويكلمك ويحكي لك كل اللي حصل وكل الحقيقة. ده لو السيناريو ده مناسب مناسب ليه كوي يعني. آآ كمان شايفة فيه نويات الشخص ده يعني آآ فيه حب كبير لك قوي وفيه عايز معك استقرار. عايز بعد عن طاقة سلبية. او عن اشخاص سلبيين. آآ آآ شايفة كمان آآ في آآ فيه آآ فيه فعلا عندكو طاقة سلبية. آآ يعني كارت الموجود الشخص ده ممكن كمان هو بالاكتر آآ يا برج الزجاج اللي بيعاني من طاقة سلبية. فيه عنده طاقة سلبية. ولو هو سيبك وراح لطرف ثالث. فهو معي آآ مربوط بآآ بطاقة آآ سلبية. آآ هتلاقوا على القناة والفيديو بتاع آآ الفك الطاقة السلبية او التخلص منها او السحر موجود ممكن تسمعوها يفيدكو كتير. آآ الشخص ده فيه عنده صراع داخلي ومشاكل كتير قوي. ممكن يكون فيه مشاكل كمان مع الطرف التالث ده. ايا كان مين هو. آآ شايفة فيه عنده ندم واحساس بحصرة واحساس بخسارة واحساس بآآ بان هو فقد حاجات غالية عليه. شايفة فيه عنده الاحتاس ده بشكل كبير قوي. ومفتقدك جدا. آآ وشايفة مقيد برضو. يعني مقيد في حاجة مش عارف آآ يخرج من عنده افكار في علاقتكو انتو اللي اتنين جميلة. آآ وعنده كلام عاوز يحكيه معيك وعاوز يقوله لك. لكن الشخص ده مربوطه مش قادر. آآ يعني هو مش قادر حاليا. ولو انتو متزوجين وعايشين مع بعض فانتو هتحسوا انه فيه جمود او برود عاطفي بشكل كبير في العلاقة. والشخص ده في عنده اه في جوه مشاعر كويسة ليك. لكن هو في الوقت الحالي آآ مش قادر آآ مش قادر يعني يتكلم او يعبر عنها او كده يعني. آآ لكن هو فيه آآ وبيشوفك فرصة كمان. يعني هو بيشوفك فرصة آآ صعب ان هو آآ يضيعها في الوقت الحالي او صعب ان هي تروح منه او تضيع منه. آآ لبعضكم ممكن يكون الشخص ده بيمر بازمات مادية مسلا او كده. آآ لبعض مش نفس الشخص انا بكلمه. يعني انا بقول كل الاحتمالات اللي ممكن تكون موجودة آآ في القراءة. آآ ده لبعضكم طبعا لكن الشخص ده حاسس بندم وبخسارة وبتعب وبقليم. وعنده كمان مشاعر حلوة يعني تناقض ده كمان في المشاعر هو تعبه. يعني تعبه بشكل كبير. آآ ده بالنسبة لنوايا. آآ بالنسبة لخطوة القادمة الشخص ده ممكن يكون مسافر او فيه بينكم صفر آآ او انتم من بلاد مختلفة او ايا كان لكن المهم انكم انتم فيه بينكم آآ صفر بشكل كبير. او ممكن يكون لبعضكم يعني آآ شايفة كمان للبعض آآ يعني في في خطوته القادمة ممكن هو يفكر في سفر او يفكر ان هو يبعد او يسافر آآ شايفة فيه آآ رفض من من حد فيكم للعرض او للعلاقة بسبب علاقة ثلاثية او بسبب طرف تالت او الاهل او او زوجة. في رفض هيحصل شايفة فيه آآ لو الطرف التاني ده اللي انت بتعمل معي راجل يعني لو انت اللي تسمعني بنت من برج الجاب فالطرف التاني ده ممكن يكون متزوج ممكن يكون في حياته آآ زوجة تانية فعلا. والشخص ده متقلم والموضوع ده مسبب له حيرة كبيرة قوي. ده ده سيناريو. ممكن لو رفض من الاهل او كده فالشخص ده ممكن تكون انت جيت تتكلم معيه والشخص ده مش قادر ياخد قرار في الوقت الحالي. آآ بسبب آآ رفض الاهل ده. آآ شايفة فيه حيرة شايفة فيه مفترك طرق بشكل كبير. آآ شايفة آآ الشخص ده محتار لكن متمسك بيك. ومستني حاجة تحصل كده من عند ربنا. يعني هو مستني حاجة تحصل آآ فجأة آآ سوري لو فيه دوشة لو انتو بتسمعوا دوشة من البلكونة لان انا قاعدة جنب البلكونة فسوري يعني لو انتو بتسمعوا اصوات ناس او دوشة او كده يعني. آآ فشايفة الشخص ده مستني حاجة تحصل فجأة حاجة تحصل من عند ربنا آآ آآ وفيه بشرة على فكرة. يعني فيه بشرة هتجي لكم ان شاء الله فيه حاجة ممكن آآ تحصل فعلا لان الشخص ده متقلم جدا بس انتم محتاجين انكم آآ لازم تخرجوا منطقة آآ منطقة سلبية. آآ بالنسبة لمصير العلاقة آآ انا شايفة في مصير العلاقة فيه فرصة كبيرة اوي مقدمة لكو يا برج الجزء. فرصة كبيرة اوي بعد حيرة كبيرة. بعضكم ممكن تكون كنت بتتعامل مع شخص البعض. آآ شخص مسلا كان سيء اتباع او تصرفاته كتير مش كويسة. او آآ بيتعامل معك بشكل آآ فيه خصة كده وناديلة. ده للبعض منكو طبعا. آآ وانت بتعمل بلوكة على الشخص ده وبتبعد عنه تماما في الفترة اللي جاية. انا شايفة ده بشكل كبير شخص انت حسيت ان هو هزمك او انتصر عليك بس بشكل مش لطيف يعني بشكل فيه آآ شوية خساسة او كده. او ممكن تكون القراءة عكسية يعني. آآ فانت شايفك عامل بلوك للشخص ده وشايفة فيه قدامك فرصة تانية. وفيه قدامك عرض حب قوي جدا من شخص. آآ فيه عنده نضوب كده فكري وعاطفي بشكل كبير. الشخص ده آآ يعني ممكن اقول سنه من تلاتين لحد وانت طالع بقى. آآ لكن هو مش اقل من تلاتين. آآ ده السن بتاعه. آآ وفرصة فيه فرصة عظيمة جدا مع الشخص ده. قدري حاجة. فيه حاجة تانية كمان. آآ الشخص اللي انت معاه ممكن يكون بيرقبك. وعايز يقدم لك فرصة. آآ ممكن لبعضكم يكون في علاقة حب آآ صامت. يعني زي كده يعني انت معجب بحد ومش عارف هو آآ بيحبك او لأ او معجب بيكون او لأ. فانا عايز اقولك ان الشخص ده لو ده السيناريو يعني. شخص ده هو كمان بيحبك وبيرقبك. وفيه فرصة بينكو انتو اللي اتنين. فيه كلام ممكن يحصل بينكو انتو اللي اتنين. بس الشخص ده شوية عنده حيرة. بسبب ان هو آآ ممكن يكون في حد تدخل بينكو او سمع عنك آآ كلام آآ ما يكونش لطيف يعني كلام وحش هو سمع. او العكس ممكن يكون ده حصل معك انت انت اللي سمعت عنه كلام مش كويس او كده. آآ لكن انا شايفة فيه فرصة كبيرة بينكو. دي شايفها في مصير العلاقة لان انا عملت كراءة آآ بشكل عام لكل فئات البرج. آآ بالنسبة للنصيحة قبل ما اروح اتكلم عن العازبين. النصيحة بتاعتك آآ يعني آآ النصيحة بتاعتك انك تحب نفسك. انت محتاج تحب نفسك اكتر. محتاج تا آآ تميز نفسك او تكرم نفسك. او انك تعرف انك تستحق كل ما هو افضل. آآ محتاج انك توازن كمان. يعني توازن انت ممكن تكون عندك مشكلة في الاخذ والعطى يا برج الجدي. ممكن تكون بتدي اكتر. ممكن تكون بتاخد اكتر. آآ آآ فخلي بالك في موضوع اخذ والعطى حاول تحب نفسك اكتر وتهتم بيها. وآآ تميزها او تدللها. آآ بحيث انك تلاقي اللي يعمل معك كده. لكن ما تستنيش ده يحصل من بره الاول. آآ بعد ما انت تكون آآ آآ هادرت صحتك او مالك او نفسك او عمرك او سنينك. حاجات كتير قوي تكون عملتها. وفي الاخر تستنى آآ مقابل من حد او حاجة من حد. لا اعمل كده لنفسك الاول. وبعد كده هتلاقي اللي قدامك بيتعامل معاك زي ما انت بتتعامل آآ بتتعامل مع نفسك. دي انا شايفها بشكل كبير. ولا بعضكو في النصيحة انت محتاج تفتشير حد آآ من اكبر منك او زاوي من زاوي الخبرة آآ في امور آآ تخص آآ مثلا الحياة العطفية او الزوجية او امور تخص الطاقة السلبية السحر والحاجات اللي زي كده. لكن الحاجات دي ما تتكلمش فيها مع اي حد انت محتاج اشخاص آآ زاوي آآ خبرة يا برج الجزي. بالنسبة للعازبين ايه جاي في حياتك? انت العازبين انت كنت مربوط لفترة مقيد في علاقة وممكن لبعضكو كنت مقيد في علاقة سلاثية برج الجزي وحاسس ان هي عبق عليك قوي وحمل ممكن تكون انت في علاقة وحبيت شخص تاني او انت حبيت شخص هو آآ قريدي في علاقة. آآ الموضوع ده كان بينسبلك مسبب لك قزمة كبيرة قوي ممكن لحد الوقت هو عندك ومسبب لك قزمة كبيرة قوي. آآ آآ شايفة في عندك التشفاء بشكل كبير من من الوضع ده ومن الحمول الكثير اللي عندك ده. اللي عندك ده انت انت كمان من يا برج الجزي من الشخصيات اللي بتيجي على نفسك قوي. وبتضغط على نفسك وصحتك وان بتعرفش تقول لأ آآ فانا عايزتك في الفترة اللي جاية قول لأ بقى. يعني قول لأ كتير كده والحاجة اللي ما اتعرفش تعملها رفضها والحاجة اللي مش عايزها رفضها. وخليك واثق في نفسك وانك هيجي لك احسن وانك هيجي لك افضل. يعني علي ثقتك في نفسك بشكل كبير واحترامك لنفسك والانتك. آآ هتحصل معاك حاجات كتير قوي في عندك فرصة عظيمة. آآ في عندك تواصل روحي مع شخص. وفي عندك طاقة استشفاء بشكل كبير يا برج الجزي. عندك فرصة كبيرة قوي سواء على المستوى المادي او على المستوى العاطفي او على المستوى العملي كمان بالنسبة اللي بيشتغله. عندك قرارات حاسمة هتاخدها في الفترة اللي جاية بسبب قوة طاقة ايجابية آآ موجودة عندك وقرارات دي هتكون سليمة. وعندك فيه شمس هتشرق في حياتك من اول وجديد. آآ يا برج الجزي. آآ شايفك لو مستني ارتباط. انت محتاج تخرج من طاقة آآ سلبية. محتاج كمان محتاج استشفاء. محتاج قاعدة تعد مع نفسك. لكن انت في عندك فرصة كبيرة قوي للارتباط وفرصة كويسة. موجودة عندك هناك عازبين وموجودة نفس الفرصة في مصير العلاقة آآ لبرج الجزي ودي تخصوك وكلكو طبعا. وفي عندك قرارات سليمة هتخدها في الفترة الجاية. آآ بعضوكو طبعا اللي مستني حمل او انجاب. في حمل وفي انجاب في سعادة بطفء. سواء انت على مستوىكو الشخصي او على آآ مستوى العائلي. يعني سواء هتسمع في العيلة او انت نفسك تكون مستني حمل او انجاب. آآ شايفة عندك حاجة ايجابية آآ كبيرة قوي جاية برج الجازية بس حاول تخرج نفسك من اي طاقة سلبية. حاول تخرج نفسك لو انت في رافض حسيته من حد او من اهل حد او من الكلام ده كله. فاااا انت انتك بتاخدها من نفسك مش من الاخرين. آآ فخلي ده شوية ما يهمكش وكتسب الطاقة ايجابية كبيرة. وترض الطاقة السلبية علشان ما تأثرش عليك او على حياتك او على قراراتك آآ في الفترة اللي جاية. لان انت داخل على فترة كويسة وبتسيب ماضي سيء على فكرة. فيه ماضي سيء انت كنت مقيد فيه. آآ بتخرج منه آآ لحاجة افضل ان شاء الله. ويا رب الكلام يكون بشرة خير وتتحقق تكون بنسبة لكو. آآآ وكرا آآ وكرا آآ وكرا ترجمة نانسي قنقر